صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيمة وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع وربيع أيامي علي محرم والليل يشهد لي بأني ساهر مضطاب للناس الرقاد وهومو ما خلت أن الدهر من عاداته ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمى الضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته متنعم ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعظم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزموا لم يدر أين يريح بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال تعالى في كتابه الكريم ومن كان في هذه أعماء فهو في الآخرة أعماء وأظل سبيلا طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد أعظم ما عند المسلمين اليوم هو القرآن الكريم هو كتاب الحياة هو كتاب الله عز وجل لذلك نجد أن أهم اهتمام للمسلمين هو في فهم القرآن الكريم وفهم هذا الكتاب الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن نحن اليوم تفصلنا بين نزول الوحي على النبي وإلى هذا زماننا أكثر من ألف وأربعمائة سنة خلال هذه الأربعمائة ألف وأربعمائة سنة اختلفت وجهات المفسرين وأنا إن شاء الله خلال هذه الدقائق أحاول أن أسلط الضوء على نمط المفسرين الذين فسروا القرآن الكريم ولماذا نحن اخترنا تفسير أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم المفسرون الأوائل الذين فسروا القرآن الكريم وهم في أهد الصحابة صحابة النبي طبعا غير أهل البيت أقصد من الصحابة غير أهل البيت عليه السلام لأننا سوف نذكر ما هو مبدأ أهل البيت في تفسير القرآن وما هي طريقتهم أول من فسر القرآن كان مجموعة من الصحابة مثل عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر أبي أمثال هؤلاء هؤلاء فسروا القرآن وكانت طريقة تفسيرهم للقرآن الكريم تعتمد على ثلاثة أمور الأمر الأول أنهم كانوا يبينون الجهات الأدبية في القرآن الكريم تعرفون هم عرب وفي قريش والقرآن هو كتاب عربي يعني فيه اللغة العربية والبيان العربي لذلك كانوا يهتمون بالجهات الأدبية للكلمة في القرآن وللآية في القرآن هذا الجانب الأول الجانب الثاني الصحابة كانوا يهتمون بنقل أسباب النزول تعرفون أن واحدة من علوم القرآن الكريم القرآن له علوم مجموعة علوم ترتبط بالقرآن الكريم واحدة من العلوم التي ترتبط بالقرآن الكريم هي أسباب النزول يعني الآيات التي نزلت في حوادث معينة وقائع معينة هذه كذلك كان يرويها الصحابة لأنهم حضروا وشاهدوا نزول القرآن الكريم وبعض الصحابة كان يذكر روايات عن النبي إذا هو حضر إذا هو سمع من النبي مثلا كلمة كذلك كان يذكرها هذه الطبق الأولى من المفسرين هم الصحابة الطبق الثاني من المفسرين وهم يسمون التابعين من هو التابعي؟ التابعي هو الذي أدرك الصحابة ولم يدرك ولم يدرك رسول الله صلى الله عليه وآله يعني ما شاف النبي بس التقى بصحابة النبي صلى الله عليه وآله طبعا التابعين فترة حياتهم امتدت من القرن الأول وإلى القرن الثاني بعضهم يعني بعض التابعين أدرك القرن الثاني من الهجرة وأولئك الذين رأوا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله هؤلاء مجموعة من المفسرين منهم مجاهد قتادة منهم السدي الشعبي هؤلاء من التابعين يعتبرون من التابعين هؤلاء كذلك فسروا القرآن واختلف تفسيرهم عن تفسير الصحابة شلون؟ هؤلاء أخذوا من الصحابة يعني هم نقلوا من الصحابة نقلوا الجهات الأدبية للآيات القرآنية وكذلك نقلوا أسباب التفسير ولكن ضمنوا في تفسيرهم الحديث الشريف يعني وضعوا في تفسيرهم للقرآن الأحاديث التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وآله ولكن هذا النقل بعض هذا النقل لم يكن صحيحاً لأنه دخلت في العهد الأموي دخلت الروايات التي وضعت على لسان النبي صلى الله عليه وآله وخصوصاً فيما يختص بقصص الأنبياء وببعض ثلامات وبعض مثالب لعله على الأنبياء ذكروها وكذلك في روايات القصص وفي خلق السماء أخذوا من أهل الكتاب أخذوا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى لذلك نشأت مجموعة من الروايات سميت بالإسرائيليات شنو هي الإسرائيليات؟ روايات نشأت في العهد الأموي يعني في القرن الأول والثاني أخذها المسلمون التابعين أخذوها من بعض الصحابة الذين كانوا نصارى ويهود ودخلوا في الإسلام هؤلاء ماذا فعلوا؟ يفسر القرآن يقرأ قصة موسى قصة إبراهيم ينقل ما موجود في التوراة ويطبق على القرآن الكريم عرفتوا شلون؟ لذلك جعلوا يفسرون القرآن بروايات إسرائيلية بروايات موجودة في التوراة وفي الإنجيل ودخل في تفسيرهم الحديث بعض صحيح وبعض غير صحيح هذا القسم الثاني من المفسرين تعرفون بعد القرن الأول والقرن الثاني النهضة الإسلامية العلمية توسعت في بداية القرن الثاني بدأت ترجمة الكتب اليونانية إلى اللغة العربية وخصوصا في زمن المأمون وهارون ودخلت علوم أخرى إلى الثقافة العربية الثقافة الإسلامية ونشأت في تلك الفترة المذاهب الفكرية يعني المذاهب الفكرية المعتزلة الأشاعر الجبرية المفوضة الظاهرية الحشوية الخوارج هؤلاء كلها مذاهب ظهرت في تلك الفترة في الفترة القرن الأول والقرن الثاني الهجري عندما ظهرت هذه المذاهب ظهرت طرق أخرى في التفسير أيها الأخوة القسم الأول ظهر مجموعة يسمون أنفسهم بأهل الحديث هؤلاء قالوا نحن لا نهتم بتأويل القرآن بل نهتم بظاهر القرآن الكريم لأن تعرفون القرآن فيه ظاهر وفيه باطن يعني فيه تفسير وفيه تأويل الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب إذن القرآن بنص القرآن فيه تأويل وفيه تفسير أهل الظاهر قالوا إحنا ما نعرف التأويل شو عرفنا إحنا بالتأويل فتركوا التأويل والتزموا بظاهر القرآن الكريم فسروا القرآن الآيات اللي اضطروا لتأويلها لأن هناك آيات في القرآنية ما تستطيع أن تحملها على الظاهر مثل الآية التي قرأتها في بداية الحديث من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأظل سبيله زين هذه إذا تفسرها على ظاهرها يعني اللي أعمى بهالدنيا يصير أعمى يوم القيامة معقولة يعقلها إنسان أن الله عز وجل وعدله الله عز وجل اللي أخذ منه نعمة البصر كذلك يعمي عينه يوم القيامة ما لا يقبل لذلك هذه الآية لا تحمل على الظاهر هذه الآية يجب أن تؤولها يجب أن تجد لها تأويل لذلك نحن في مدرسة أهل البيت نقول هذه الآية تؤول من كان في هذه أعمى القلب فهو في الآخرة أعمى يعني اللي قلب أعمى بهالدنيا ما يشوف الحقائق يرفض الحجج الإلهي ما يتبع الحق هذا أعمى قلب تسمي هذا الإنسان اللي قلبه أعمى مو عينه أعمى عينه تشوف يشوف الدولار ويشوف الجمال ويشوف هذا وهذاك يعرف يشوف الأمور ولكن الحقيقة ما يشوفها لمن يشوف الحقائق والحجج الدامغة ينكرها ينكرها هذا النمط في القرآن الكريم الله عز وجل يصفه في القرآن الكريم بآيات منها الآية اللي قرأناها البارحة الأعمى والبصير هؤلاء أمثال هؤلاء زين الأهل الأحديث قالوا نحن نأخذ من الصحابة ونأخذ من التابعين ونأخذ ظاهر القرآن وتأوي القرآن ما نعرفه وما نفسر بالعقل ما نستخدم التفسير العقلي في حين هذا كلامهم مردود لماذا؟ لأنه نحن نعرف القرآن بالعقل نحن عرفنا الله بالعقل لذلك تشوف القرآن يؤكد أفلا يعقلون كم مرة عندنا في القرآن أفلا يعقلون لأن الله يريد من الإنسان أن يعقل أن يفهم اللي ما يستغل عقله معناته ما يستغل في الدين كذلك أصن الدين بناء الدين على العقل بناء الدين على العقل هؤلاء رفضوا والخطأ الثاني الذي ارتكبوه أن قالوا نحن نعتمد على الصحابة والتابعين زين الصحابة والتابعين عندهم حصانة من الله عز وجل أنه ما يخطؤون أنه ما يقولون إلا الحق ما عندنا شيء نحن عندنا في القرآن الله فقط قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا عمل حصانة لأهل البيت أما ما قال لنا أن الصحابة كذلك عندهم حصانة والله طهرهم وما يخطؤون والتابعين كذلك لذلك عندنا من التابعين كثير منهم أخطأوا أخطأوا في اجتهاداتهم في كلماتهم في مواقفهم أخطأوا لذلك هذا الانتقاد على أهل الحديث ظهر الطبق أخرى هم أهل علم الكلام شنو علم الكلام؟ يعني علم العقائد نحن اليوم بالحوزة لما نقول علم الكلام يعني علم العقائد يعني علم المذاهب في الواقع المذاهب نسميه علم الكلام المذاهب الفكرية نقصد بها يعني مثلا الأشاعر المعتزلة المفوضة الجبرية هؤلاء كلهم مذاهب فكرية يسموه علم الكلام هؤلاء كذلك حاولوا أن يذكروا تفسير القرآن ولكن ما كانوا يفسرون القرآن ذكروا معتقداتهم ثم جاءوا بآيات تتطابق مع أقوالهم ومع معتقداتهم أخذوا بها والآيات التي ما تتطابق مع معتقداتهم أولوها جعلوا يأولوها هسا أضرب لكم مثال مثالها مثلا عندنا مجموعة من المسلمين يقولون اليوم أن الله لا يرى بالعين هذه بالعين المجردة لا يرى الله عز وجل في هذه الدنيا ولكن في الآخرة يرى الله عز وجل واستدلوا بالآية الشريفة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هاي ناظرة الأولى بالضاد والناظرة الثانية بالضي تعرفون الفرق بينها الضاد اللسان تضرب سقف الحلق يقول الظاهرة أما الضي لازم تطلع اللسان بين الأسنان يقول مثل كاظم ناظرة لذلك هاي كلمتين مختلفتين قالوا وجوه يومئذ ناظرة ناظرة يعني مستبشرة إلى ربها ناظرة يعني تشوف الله عز وجل قال هاكي احنا نشوف الله يوم القيامة هذا مذهب المذهب الثاني اللي يقول منهم نحن الشيعة نقول أن الله عز وجل لا يرى بالعين هذه العين الباصرة لا يرى الله بها عز وجل لماذا؟ لأن الله يذكر في القرآن الكريم عن لسان موسى قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني لن تراني يقولون لن لنفي الأبد يعني أبداً ما تشوفني بهذا العين هاي العين لا تتوقع تشوفني لأن الله ليس جسم الله مو مادة حتى تشوف الله عز وجل الله خالق المادة هو الله ليس بمادة لذلك ما تقدر تشوف الله عز وجل بعينك نعم تراه بقلبك تحس به بقلبك أنت تشعر بوجود الله عز وجل عمية عين لا تراك أمير المؤمنين يقول يا عين هاي عين القلب عين البصيرة لا عين البصر أكو فرق ما بين عين البصيرة وعين البصر هؤلاء اللي قالوا الله لا يرى كذلك استدلوا بهذه فكان كل مذهب يذكر اعتقاداته ثم يأتي ويطبق الآيات على مذهبه مثلاً المجبرة يذكرون آيات أنه أن الله عز وجل هو يخلق هو يحاسب الناس يدخل الجنة من يشاء يدخل الناس النار لمن يشاء قالوا هذه أن الله أجبر الناس يعني الله يجبرنا قضاء وقدروا الله قضاء أن الشمر يقتل الحسين والشمر يروح للنار الله قضاء له هاي المجبرة هكذا يقولون المخيرة قالوا لا حاشا لله عز وجل هذا ما ينسجم مع عدل الله عز وجل أن يقضي عليك بشيء ثم يأخذك إلى نار جهنم إذا هو قضاء عليك هذا الفعل فهو أحق بالعقاب منها نعوذ بالله استغفر الله لأنه هو شريكنا في هذا العمل إذا هو جبرنا عليه لذلك يقول الإمام الرضا لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين نحن لا نعتقد لا بالجبر ولا بالتفويض هو أمر بين أمرين ولكن الذنب والمعصية نحن نرتكبها الله أعطانا القوة أعطانا المقدرة ولكن باختيارنا نحن نعص الله عز وجل حتى نستحق العقاب وإلا إذا كان الله يجبرنا على المعصية ما نستحق العقاب فجعل كل مذهب يطبق الآيات لذلك يقولون أهل علم الكلام ومجموعة كذلك من الفلاسفة هؤلاء يطبقون الآيات هؤلاء لا يفسرون الآيات طبعا طلع مع أهل الكلام طلع الطبق من المسلمين هم أهل الفلسفة تعرفون الفلسفة بدأت في اليونان قبل الإسلام من ثلاثة آلاف سنة من أيام أفلاطون وأرسطو أمثال الفلاسفة اليونان ثم ترجمت الكتب فلاسفة المسلمين حوروا الفلسفة بما تتطابق مع الدين الإسلامي يعني الأمور التي تتطابق مع الدين ها حوروها حتى صار عندنا فلاسفة إسلاميين مبادئ فلسفية تقرؤوها هذا علم المنطق هذه مبادئ الفلسفة في علم المنطق نقرأ مبادئ الفلسفة الفلاسفة تدرون في السابق الفلاسفة كانوا يعتمدون على علم الرياضيات لأن الرياضيات يعتبر من الفلسفة من المنطق لأنه نتائج صحيحة نتائج دقيقة ما تختلف نتائج الرياضيات وكذلك كانوا يعتقدون على علم الفلك والمجرات والأفلاك والكواكب ومواقع الكواكب هذا في علم الفلسفة هؤلاء كذلك جعلوا يفسرون الآيات اللي تتفسر معاهم بالظاهر يفسروها الآيات اللي تختلف معاهم مثل خلق السماوات والأرض والله خلق العارش وخلق الروح هذه الفلسفة ما تفهمها الأمور جعلوا يؤولونها هذه الأمور جعلت تؤول هذا كذلك ما وقع به الفلاسفة غير الفلاسفة ظهر الطبقة هم المتصوفة المتصوفة كذلك ظهروا في تاريخ الإسلام طبعا قصة طويلة الآن ما أريد أذكرها لأنه مجالنا ما يسع المتصوفة كذلك وقعوا في اشتباه لأن تعرفون المتصوفة أهل باطن يعتقدون بالباطن وتركوا ظواهر القرآن واعتمدوا على تأويلات القرآن الصوفية فقاموا ماذا يصنعون قاموا يؤولون الآيات حسب مزاجهم مثلا تعرفون نحن في اللغة العربية كل حرف إلى رقم فجعلوا يؤولون حتى الجمل القرآنية بالأرقام ويعتبروها هذه من قبل فلان وهذه من قبل فلان وتركوا الظواهر وعملوا بالبواطن عملوا بالتأويل طبعا تأويل من جيبهم كانوا يطلعون تأويل لأن ذولا ما كانوا يعتمدون على أهل البيت سلام الله عليهم فتأويلاتهم وصلت إلى درجة أن منامات ما أدري أطياف واحد يشوف قول ضعيف ما أدري ينقلوا عن فلان هذا في تأويل هذه الآية وتلك الآية هذه كذلك مجموعة من المسلمين هذا البحث أيها الأخوة إذا تريدون العلامة الطباطبائي في مقدمة تفسير الميزان ذكر هذه التفاصيل بتفصيل دقيق ذكرها ثم يذكر لماذا نحن الشيعة اتبعنا أهل البيت عليهم السلام في تفسير القرآن الآن أذكر لكم وصلوا على محمد وآل محمد نحن التزمنا بأهل البيت عليهم السلام لسببين السبب الأول أن الله عز وجل لم يزكي أحدا من الناس في زمن النبي إلا أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم يعني الصحابة ألم زكيهم في بعض الآيات في بعض الآيات وفي بعض الآيات تم الله كافخهم لذلك ما تقدر تعرف من ومنهم مزكى من ومنهم ما مزكى ما تعرف نعم محمد رسول الله والذين معه وأشداء على الكفاء وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا الله يمتدح بعض الصحابة ولكن في سورة المنافقين هم الله عز وجل ومنهم مردوا على النفاق الله يذكر فما تعرف من ولكن أهل البيت عليهم السلام لأنهم معروفين منهم أهل البيت هم الخمسة أصحاب العبى الذين أخذ رسول الله العبى وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيره نزلت في رسول الله وعلي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين هؤلاء طهرهم الله لذلك أنت إذا يوم القيامة يجيت وقلت له إلهي أنا أخذت من كلام علي بن أبي طالب ما يلومك لأن الله طهره في القرآن بس ذاك اللي يجي يقول أنا أخذت من معاوية إذا الله الملائكة سألوه ليش رحت على معاوية شي يقول له لأن بطنة شبيرة شنو راح يقول له لله عز وجل على أي أساس أنا رحت على معاوية ماكو هذا الدليل الأول أيها الأخوة الدليل الثاني الحديث المتفق عليه بين المسلمين إني هذا الحديث في صحاح السنة مذكور يعني متصورون أنا عندما أقول متفق عليه يعني أبالغ في هذه الكلمة إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما فلن تظلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي ولن يفترق حتى يرد علي الحوض شوفوا هذا الحديث فيه نقطتين مهمتين النقطة الأولى أن رسول الله يخاطب المسلمين إلى يوم القيامة يقول أنا تارك فيكم شيئين إذا تريد النجاة إذا تريد الحقيقة إذا تريد أنك تكون مع الله عز وجل مع رسول الله أنا تارك لكم طريقين هاي من رحمة الله عز وجل بكم أيها المؤمنون تارك لكم طريقين الطريق الأول كتاب الله والطريق الثاني وعترتي أهل بيتي هاي طريقين والنقطة الثانية الجدا مهمة أيها الأخوة يقول وَلَنْ يَفْتَرِقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضِ يعني شنو لن يفترق يعني أهل البيت والقرآن الكريم ما تشوف بيناتهم افتراق ما يفترقون ما تشوف فاديوم أهل البيت يطلعون عن نهج القرآن أو القرآن ما يأيج فواحد يأيد الثاني القرآن يؤيدهم وهم يؤيدون القرآن إلى متى حتى يرد علي الحوض حتى يرد علي الحوض تدرون هذه واحدة من الأدلة على أن إمام العصر الإمام الحجة ابن الحسن هو موجود وعلى قيد الحياة هذا الحديث لأن رسول الله أخبر قال لن يفترق يعني ما يصير زمان ما في إمام وفي قرآن لازم أكو إمام وقرآن لن يفترق حتى يرد علي الحوض واضح الحديث لن يفترق يعني أهل البيت والقرآن يبقون إلى يوم القيامة لذلك نحن نعتقد أن إذا رجعنا بتفسير القرآن لأهل البيت عليهم السلام فهم أدرى بتأويل القرآن يعرفون ظواهر القرآن يعرفون تأويل القرآن طبعا ظاهر القرآن مو بحاجة إلى تفسير أي إنسان عربي أي إنسان أنتوا الآن عرب تفهمون القرآن تقرأ القرآن الآيات المحكمة ما فيها ما فيها إشكال كل إنسان يعرفها كل عربي يفهم الآيات المحكمة الاختلاف وين الاختلاف عندما تأتي آية متشابهة آية متشابهة اللي أنت ما تستطيع ما تفهم ما تفهم معناها هذه الآية طلعها كأنه رؤوس الشياطين من يعرف هذا معناها من شايف رؤوس الشياطين ولا أحد شايف رؤوس الشياطين زين هذه آية تحتاج إلى تأويل هذه آية ما تستطيع أن تتعملها على الظاهر لازم يكون فيها تأويل من يعلم التأويل الله يقول ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا زين إذن أهل البيت سلام الله عليهم هم الذين أشار إليهم رسول الله أنا مدينة العلم علي بابها هذا باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله لذلك تشوف في زمن علي بن أبي طه في زمن رسول الله يسأل الخليفة الثاني فاكهة وأبا شنو ما يعرف يقول أنا ما ما عرف أبا شنو فاكهة وأبا أبا الفاكهة هي طعام البشر الأبا هي طعام الحيوانات الخليفة الثاني ما كان يعرفها مع ما هو عربي هو في قريش ما كان يفهمها هناك آيات في القرآن الكريم كانت بحاجة إلى تفسير حتى في زمن النبي صلى الله عليه وآله كانت تحتاج إلى توضيح إلى تفسير لأن بعض العرب ما كانوا يفهمونها ولكن مجمل القرآن يفهمه الناس إلا بعض الآيات المتشابهة يعني لا يجي واحد يقول زين احنا ما نفهم القرآن نحط على جنب لا القرآن أغلبه مفهوم ولكن فيه آيات متشابهة كما يقول القرآن الكريم وقعت واقعة أذكرها وصلوا على محمد وآل محمد جاء بامرأة إلى عمر حتى يقيم عليها الحد وكانت قد ولدت بعد ستة أشهر من زواجها تزوجت بعد ستة أشهر ولدت فاتهمها زوجها بأنها زاني لأنهم ستة أشهر ولدت جابوها العمر عمر حكم عليها بالرجم جعلت المرأة تصرخ تبكي تتوسل تستغيث بهذا بذاك إجا أحد الأصحاب إلى أمير المؤمنين قال يا أمير المؤمنين أدرك هذه المرأة هذه بريئة جاء أمير المؤمنين عليه السلام قال لعمر ماذا صنعت قال هذه هذه ولدت لستة أشهر متزوجة وستة أشهر ولدت هذه معناته أنه عادة الحمل تسعة أشهر فقال له أمير المؤمنين عليه السلام هل قرأت القرآن هل قرأت الآية وحمله وفصاله ثلاثون شهر قال نعم حمله وفصاله حمله يعني الحمل والرضاعة مجموع الحمل والرضاعة كم ثلاثون شهر قال نعم قرأت قال له هل قرأت في سورة البقرة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين قرأت هذه قال نعم قرأت حولين كاملين يعني يعني سنتين سنتين كم شهر أربعة وعشرين شهر فقال له أمير المؤمنين اطرح أربعة وعشرين من ثلاثين لأن أربعة وعشرين والوالدات يرضعن يعني الفصال يعني الرضاعة هي أربعة وعشرين شهر كم يبقى للحمل ستة أشهر فقال له أمير المؤمنين أقل الحمل ستة أشهر طبعا الرواية عندنا الإمام الحسين ولد لستة أشهر الإمام الحسين سلام الله عليه ولد لستة أشهر فقال له أمير المؤمنين القرآن يثبت أن أقل الحمل ستة أشهر تعجب عمار قال له يا أبا الحسن أنت شلون طلعت هالجواب أنا أقرأ القرآن أمير المؤمنين قال له كم أصبع في يدك قال خمسة قال أنا هذه المسألة أجيبها كأنه خمسة في أصبعه يعني أنت عليك صعبة ولكن على علي بن أبي طالب ليس صعبة علي بن أبي طالب الله عز وجل كتب له أن يكون من أعلم الصحابة أعلمكم علي أنا مدينة العلم وعلي بابها لذلك لا نلام نحن إذا أخذنا من أهل البيت لذلك من أهم نقاط تفسير أهل البيت أيها الأخوة أن يفسروا القرآن بالقرآن يفسر الآيات القرآن بالقرآن الكريم لذلك العلامة الطباطبائي من ميزات تفسير الميزان أنه يفسر القرآن بالقرآن عندنا تفسير فقط بالروايات مثل تفسير البرهان للعلامة البحراني تفسير القمي لعلي بن إبراهيم القمي هذه روايات تفسر الآيات وعندنا تفسيرات أدبية للقرآن ينظر إلى الجانب الأدبي اللغوي وكذلك شأن النزول مثل تفسير مجمع البيان للطبرة السي رضوان الله عليه وهناك تفسير تجمع مجموعة من العلوم مجموعة من طرق التفسير منها تفسير الميزان تفسير الأمثل وأنا أنصح إخوتي الأعزاء أن يلتزموا بقراءة تفسير القرآن لأن واحدة من الاختلافات هي بدأت منذ نهضة سيد الشهداء عليه السلام الإمام الحسين عليه السلام لأن الإمام الحسين عندما نهض كان يصور بن أمية أن أطيع الله ورسوله وأولي الأمر منكم من هم وللأمر يقولوا لهم وللأمر يعني الحاكم مثل ما اليوم تشوفون في دولنا العربية دولنا الإسلامية يدعي للحاكم يدعي للأمير للملك الفلاني لماذا يعتبره من أولاة الأمر ولكن عندما تأتي لتفسير أهل البيت عليهم السلام تجد أن أولو الأمر هم الأئمة صلوات الله وسلامهم هم أهل البيت وأئمة أهل البيت سلام الله عليهم لذلك نحن نأخذ تفسيرنا منهم لأنهم هم أهل القرآن في بيوتهم نزل القرآن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه لذلك رأى الإمام الحسين لا بد أن يوضح هذه الحقائق للناس ويظهر ويعلن ثورته على هذا النهج الفاسد النهج الذي أضاع الأمة الإسلامية خرج سلام الله عليه في مثل هذه الليلة عادة نذكر وصول الحسين إلى أرض كربلا عندما وصلوا إلى مشارف كربلا هناك قضية يسموها الحداء بالإبل الإبل عندما ترعى يعني النياق الجبال عندما ترعى الذي يحدو بالإبل يعني راعي الإبل يقرأ أبيات من الشعر يقرأ صوت عنده صوت هذا الصوت يجمع الإبل يخليها تألف عليه تمشي خلفه هذا يسموه باللغة العربية الحداء الحداء وإلى هذا اليوم موجود اليوم في مناطق في الجزيرة العربية اللي يرعون الإبل يقرأ للإبل أبيات حتى يحدو بالإبل الإبل تنصاع له تمشي خلفه هذا يسموه حداء الإبل الطرماح بن عدي كان في ركب الحسين عليه السلام قال سيدي ابن رسول الله أتأذن لي أن أحدو بالإبل يعني أنا أتقدم وأحدو لهذا الإبل قال له نعم فجعل تقدم فجعل تقدم موكب الحسين عليه السلام وجعل يقول يا ناقتي لا تدعري من زجري واسربنا قبل طلوع الفجري بخير فتيان وخير سفري آل رسول الله آل الفخري السادة البيض الوجوه الزهري السادة البيض الوجوه الزهري الضاربين بالسيوف البتري الطاعنين بالرماح السمري يا دائما نفع معا والضر أيد حسينا سيدي بالنصري على الطغاة من بقايا الكفري على اللعينين سليلي صخري يزيد لا زال حليف الخمري وابن زياد العهري ابن العهري مشت قافلة الحسين عليه السلام حتى وصل أرض كربلا لست أنساه إذ ما اسم هذه الأرض قالوا كربلا يا ابن العمين قال كرب وبلاء في ثراها يدفنوني وبها تؤسر نسواني وفيها يقتلوني وبها يمتحن الله رجالا ينصروني فارجعوا جزيتم خير جزاء وتركوني قالوا لا ومن خصك بالفضل المبين لا رجعنا أو لنسع القوم كاسات المنوني فانثنا نحو العيال الفاطميات بليمي قائلا أخت يا زينب هل أمي وادعيني أخت يا زينب هل أمي شمل أهلي واخلفيني وإذا اشتد عليكن مصابي فاندبيني شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني فانا السبط الذي من غير جرم قتلوني وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني ليتكن في يوم عاشورا جميعا تنظروني كيف أستسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني فسقوه سهم بغي عوض الماء المعيني نزل الحسين إلى أرض كربلا قال حطوا رحالكم ها هنا تقتل أطفالنا ها هنا تسبى نساؤنا ها هنا تذبح رجالنا هذا الشاعر يصور الحوار بين الحسين وأب الفضل العباس في طريقهم إلى كربلا يقول كل ساعة عباس نزل محمل الحرة يعدله صدل الحسين وناشده شنه نزلتك بالفلا يقل لي أخويا نزلتي تدري بختنا مدللة ما شافت الذل والهضام فطنت على العز والعلى ريتك ريتك يا عباس تحضار ريتك يا عباس تحضار يوم اطلعت من كربلا جاءوا بنياق النحيل نياق لا وطاع عليها أمر النساء أن يركبن على تلك النياق يوم الحادي عشر من المحرم أقبلت زينب تركب الأطفال النساء تعرفون الجمل عالي لا يستطيع الطفل المرأة لا تستطيع أن تركب على الجمل لوحدها يجب أن يعينها أحد فزينب كانت تعينهم زينب وأم كلثوم تعينهم على ركوب الإبل حتى إذا ركبوا جميعا بقيت زينب وأم كلثوم قالت لها زينب أم كلثوم قالت أخي زينب اركبي قالت كلا أنت اركبي قالت إذا أنا ركبت فمن الذي يركبك أخي زينب هناك هاجت أحزانها انفجرت دموعها قالت أنا أذهب إلى الذي أخرجني من منزلي أنا أذهب إلى الذي أركبني في محملي أنا أذهب إلى العلقم إلى أبا الفضل العباس أنا رايح العباس أجعد ورجبك فوف أفوق زند وقل لأخويا أخويا ترعي لك بشدة أخويا أنا حملي وقاع ياهلي شدة هذه يتاماكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي بنساء ارفعوا أيديكم بالدعاء هذه لحظات يستجاب فيها الدعاء اسألوا الله عز وجل بقلوب طاهرة بألسن صادقة اسألوا الله عز وجل أن ينصر الإسلام والإسلمين وأن يخذل الكفر والصهاينة المعتدين نسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المؤمنين في غزة وفي جنوب لبنان وفي اليمن وفي العراق وأن ينزل عذابه ونقمته على الصهاينة المعتدين على هؤلاء المجرمين الذين يقتلون الأبرياء في كل يوم أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ولاية محمد وآل محمد وأن يعجل فرج إمام زماننا وأن يجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والشهداء وإلى أرواح الباذلين في هذا المجلس والعاملين في هذا المجلس وإلى أرواح أمواتكم جميعاً وأموات المؤسسين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات